بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نتحدث الآن عن الخصائص المميزة للأطفال التوحديين وده موضوع من الموضوعات اللي لازم كل اللي بيستوحد يعرفها ايه خصائص زو الطواب التوحد طبعا الطواب التوحد بيظهر في أحيان كثير جدا في الأشهر الأولى وممكن دلوقتي بقى فيه اختبارات بتتعرف عليه خلال الست شهر الأولى من الميلاد وكانت معظم الأوحاس ولكن احنا بنتعرف على الطواب التوحد خلال السنتين أو السلس سنوات الأولى طيب من الخصائص الخاصة بالتوحد الخصائص الاجتماعية وليه الصفة الأساسية المميزة لأطفال التوحد عندهم كصوف الخصائص الاجتماعية في التفاعلات الاجتماعية فكاد تكون منعلمة انسحاب اجتماعي قوي جدا يعني التفاعل ما بينهم وبين الآخرين يكاد يكون منعلم طيب من الخصائص الاجتماعية عدم التواصل للبصر الأطفال التوحدين بيبتعدوا معا التواصل للبصر يعني تجفعين الأمام مشكلات في اللعب ما بيستطيعش ان يلعب زي البقين الألعاب الجمعية طبعا بالنسبة له تكاد تكون منعلمة الألعاب الفردية ما بيلعبش باللعب بالشكل الصحيح ممكن يمسك العجلة بتاع السيارة إذا لعبها يلعب في العجلة فقط لغيره يبتعد عن اللعب بها كسيارة نفسها بيتعلق بأشياء بسيطة داخل اللعب صعوبة في فهم مشاعر الآخرين عنده مشكلات في فهم مشاعر الآخرين يعني إذا كان اللي أمامه بيضحك هو بالنسبة له ده ممكن ما يكونش معبر بالنجا عدم القدرة على تكوين صداقاته الاحتفاظ به طبعا ما فيش تفاعد اجتماعي ما فيش صداقات علاقاته بزملاءه علاقات تكاد تكون بسيطة جدا طيب هنيجي للنقطة اللي بعد كده وهي خاصة بالخصائص التواصلية والتواصلية هنا احنا بنتحدث عن التطور الكلام وده نقطة مهمة بالنسبة للتعامل هل هم عندهم تطور في الكلام عالي زي العاديين طبعا لا جميل فعندهم مشكلات كبيرة جدا في ايه في تطور الكلام واللغة كمان عندهم بعض الكلمات النماطية بس ناخد بنا من حتة الكلمات نماطية بيقرر بعض الكلمات فقط لغير خلال جلوس يعني اسمك ايه يرد بنفس الكلمة النماطية اللي بيقررها مثلا في بعض الكلمات طيب كمان عندنا مشكلات تتعلق بعدها من الاستخدام المناسب لللغة وعند مشكلات خاصة باستخدام اللغة اللي بعد الاحان زي ما انا قلت تكاد تكون منعالمة كمان